أولا نحيي ونتمنى إن شاء الله للشفاء لأبنائنا عضاء الأمن الوطني الذين كانوا استهدفوا في هذه العملية وهذا أمر يؤكد لنا كجزائرية بأننا مستهدفين مستهدفين من هذه الجماعات الإرهابية التي هدفها الأساسي هو إرجاع هذه الجزائرية الوراء هو إرجاع هذا الوطن العزيز الذي استشهد من أجله الآلاف والآلاف من خيرة أبنائه ولكن نقول لهؤلاء بأن المصالح الدستورية المصالح الجيش الوطني الشعبي ومختلف مؤسسات الأمنية واقفة ليلة نهار للدفاع على هذه الأرض الطيبة فهذه العملية كانت في قسنطينة هذا المساء نتمنى إن شاء الله الشفاء العاجل لأعوان الوطني عوان الشرطة على مستوى هذه الولاية وأقول كذلك بأنه من الواجب علينا أن نكون دائما حذرين وأن نكون دائما وقفين ليلة نهار لصد كل هذه المحاولات التي هدفها ونحن في زعزعات هذا الوطن العزيز خاصة ونحن في هذه العملية التي نريدها عرسا للجزائر العملية الانتخابية لربع مايه إن شاء الله اشتركوا في القناة